في إطار فعاليات المهرجان الإفريقية للسينما والتلفزيون بواجدوغو التقى وزير شؤون الثقافية وتراث التاريخي والسياحة والحرف اليدوية أباكر روزيتاكيل برئيس وزراء جمهورية بوركينفاسو أبو لونيريو كيم كيلم دي تنبي وتناول اللقاء علاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين والشعبين خاصة في مجالات السياحة والحرف اليدوية والثقافة هذا وعقب الخروج من اللقاء عرب وزير شؤون الثقافية والتراث التاريخي والسياحة والحرف اليدوية أباكر روزيتاكيل عن جزيل شكره للرئيس الانتقالي رئيس الجمهورية الفرق أول محمد درسدي بيتنو ورئيس الوزراء صالح كبزابو على دعمهم المتواصل للثقافة مشيرا إلى أن اللقاء برئيس الوزراء البركيني سمح له بالحديث في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لتقوية العلاقات والشركات فبركينفاسو تملك خبرة طويلة في الثقافة والحرف اليدوية كما فاد الوزير باكر روزيتاكيل إلى أن الاجتماع تباحث إمكانيات أن تحول البلاد كضيف شرف للمهرجان الافريقي للسينما والتلفزيون بواجدوغو في دورته التاسعة والعشرين القادمة بعد عامين من الآن هذا وقت رافق الوزير في عمال الاجتماع من الجانب الشدي كل من القائم بعمل السفارة الشديدة ببركينفاسو ومستشار رئيس الوزراء بالثقافة والمدير العام لوزارة الثقافة ترجمة نانسي قنقر